السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة ابتدائي خليكم رابط هذا النموذج في تعليق مثبت وأيضا تلقاه في آخر الفيديو نبدأ بالتمريل الأول يقول ضع صحيح أو خطأ أمام هذه العبارات ضع صحيح أو خطأ حيا على الفلاح معناها تعالوا للفوز بالحسنات صحيح أم خطأ نعم حيا على الفلاح معناها تعالوا للفوز بالحسنات وحيا على الصلاة حيا على الصلاة معناها تعالوا لأداء الصلاة إذن هنا نضع صحيح الأكل الأكثر من الحاجة ليس تبذير معنى كنا كلفو فوق الحاجة التعنى مهوش تبذير خطأ أركان الإسلام ستة لا أركان الإيمان ستة أركان الإسلام خمسة وهي الشهادتان إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت إذن أركان الإسلام خمسة إذن هنا نضع خطأ إقام الصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام صحيح أم خطأ نحسب أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة الشهادتان إقام الصلاة إذن هي الركن الثاني إقام الصلاة هو الركن الثاني إذن صحيح ثم الآن إلى 8 ثاني قال أكمل بما يناسب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من القرآن وخيركم من تعلم جيد خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه الأذان هو بدخول وقت الصلاة المفروضة الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة الذي يعصي والديه ولا يحسن إليهما يسمى عاق ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولوا صلى الله عليه وسلم عندما نسمع محمد نقول صلى الله عليه وسلم ولد محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اثنى عشر ربيع الأول اثنى عشر ربيع الأول الثماني الثالث قال ضع الكلمات التالية في الفراغ المرافق أيضا برؤوسكم ثم الصلاة ثم وجوهكم ثم أرجلكم أيديكم إذن أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى أين إذا قمتم إلى الصلاة جيد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم جيد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم جيد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى اليدين إلى المرافق إذن إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم جيد وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم جيد وأرجلكم إلى الكعبين نعيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآن الآن ننتقل إلى الثمين الرابع قال املأ الفراغ بما يناسب ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم إثنى عشر يوم الإثنين إثنى عشر ماذا إثنى عشر ربيع الأول عام الفيل أبوه هو عبد الله وأمه هي آمنة حين ماتت أمه كفله جده عبد المطلبة عبد المطلب وعندما توفي جده كفله عمه من؟ عمه أبو طالب هذا لازم نحفظه إلى هناك وخلص معنا الفيديو تعنا لنهار اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة